نهاية سنة الدراسية خطأت مصالح أمن ويادة تزائر مخطط أمني يهدف بالضاج الأولى إلى ضمان تسهيل الحركة المرورية وتأمين تنقل التلاميذ إلى مراكز إجراء الامتحانات وكذلك تسخير كافة إمكانيات المادية والبشرية والاستعانة بكاميرات الحماية والأمن من أجل التدخل آني والفوري في حالة وجود حادث وجائي لقدر الله ومما قد نجرع عنه حركة المرورية أيضاً بالإضافة إلى محاربة ظاهرات الوقوف والتوقف العشوائي بمحاذاة المساسات التربوية وتسهيل الحركة على مستوى ذات النقطة كما تمنى مصالح أمن ويادة الجزائر حظ موفق لجميع التلاميذ